مهرجان العالمين وتفاصيل مهرجان العالمين اللي بنتباه معاكو لحظة بلحظة سواء في الصباح أو في المساء والفعليات المختلفة اللي بتدور على أرض مدينة العالمين الجديدة هنعرفها بمشهد كده عام للنهاردة الصبح مع دينا شرف بنصبح عليك يا دينا صباح الخير يا هيبة صباح الخير يا شازلي صباح السعادة والتفاعل عليكو صباح السعادة من مدينة العالمين الجديدة وتحديدا من المدينة التراثية اللي بتشمل مناطق عديدة جدا منها المسرح الروماني ومسرح خاص لعرض مصرحيات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة أيضا أنشطة كثيرة جدا موجودة معنا هنا وكمان أماكن كثيرة موجودة في المدينة التراثية وده دليل على أن احنا بنتكلم عن مدينة العالمين الجديدة وهي مدينة ذكية ومتكملة من كل شيء يعني من أماكن خاصة بالجامعات من سكل كل فئات المجتمع هي مدينة ذكية لأنها تحولت من مدينة للألغام إلى مدينة من مدن الجيل الرابع بتقوم على التنمية المستدامة والبنية التحتية الذكية بسعادنا يكون معنا ومشرفنا المهندس محمد عاد النائب رئيس جهاز مدينة العالمين صباح الخير يا فلس نقول أهلا وسهلا بكم يعني بنشكركم وبنقدر جدا مجهودكم اللي عملتوا يمكن لما منتابع كل مكان في مدينة العالمين الجديدة بنحس قد إيه أن المجهود جبار اللي قمتوا به من تحويل مدينة كانت للألغام مدينة كانت مهجورة زي ما بنقول إلى مدينة الآن هي من أهم وجهات العالم السياحي العالمين الجديدة مدينة من مدين جيل الرابع زمحاري الفضلتي على مساحة تمانية وربين ألف فدان كانت بتحقق روية الدولة في تطوير منطقة الساحل الشمال الغربي وخلق مجتمع عمراني متكامل مستدام خلق كور خدمي وسكني متكامل ونقل كتلة سكنية كبيرة للمجتمعات العمرانية التي سيتم تطويرها على خط الساحل كله بنتكلم أنها مدينة مش مدينة صيفية لا نحن مدينة متكاملة محور الإسكنة عندنا مدينة مناسبة لكل أجوال شهور السنة جداً نحن عندنا لو كلمت عن محور السكني أو الخدمي أو الترفيه أو التعليم يعني لو قلنا محور السكني يعني ممكن لأسمع لكم محور يعني خلينا نقول مثلاً محور السكني أنا بتكلم أن أنا عندي الإسكان من أول الإسكان المتميز للسكن مصر سكن كل المصريين بعد كده أطلع الإسكان المستوى الفاخر أتكلم عن حي اللاتيني أتكلم عن عمرات الدون توين أتكلم عن الأبراج الشاطئية بكلم عن مشروع الأبراج الدون توين اللي في منطقة الجنوبية والكليستال لجون اللي بنمي بيها كان البداية لإهتمام من منطقة الشمالية فقط لكن مع وجود المدينة التراثية وكماً يو أرينا في المنطقة الجنوبية أصبح الناس كمان عندها يعني شغف لها تعرف أي ما موجود في منطقة الجنوبية من مدينة العالمين الجيد كان فعلاً الناس كلها رائح البحر المنطقة الشاطئية عندنا المرحلة الأولى من العالمين الرابقة 15 كيلو على البحر فكل الاهتمام كان بالجزء الشاطئي كان الهدف ان انا نمي المنطقة الجنوبية وقبل الطريق الساحلي فطلعت المدينة التراثية اللي احنا بنطلع فيها النهاردة ورانا المسرح الروماني اللي طلعنا به حفلات مع المتحدة السنادي متنوع مهرجان العالمين وفعاليات وزارة الثقافة برضو اللي بتتم برعاية المشاركة مع الشركة والمتحدة كان في مبارح فرقة الفرن الشعبية كانت هنا وجودة مظبوط واليو أرينا اللي بردو تم نقلها من المنطقة الشاطئية للمنطقة الجنوبية على مساحة تقريبا اكتر من الدعفين المساحة على مساحة 40 ألف متر مسطح و60 ألف متر مسطح منطقة جراشات سطحية للزوار فالعالمين مدينة متكاملة مدينة جيل رابع مدينة بتحقق الاستدامة المحور التعليمي أو المحور خصب الجامعات خصب الجامعات عندنا الأكاديمية العربية وشغالة وهتخرج أول دفعة السنة يعني شغالة من أربع سنين العالمين بدأت 16-17 فنحن نتكلم أننا النهار ده في 24 بيخرج أول دفعة فجمعة العالمين نفس الكلام بتخرج أول دفعة السنة دي بتكلم على الخرامات التعليمية نحن عندنا المدرسة في مدرسة العالمين شغالة تم افتتاحها لعام الدراسي السابق الحضانات شغالة المخابز السور ماركت والأسواق في منطقة الإسكان في المنطقة الجنوبية كلها متكاملة وشغالة عندنا نشاط تعليم متكامل شغال تول الشتة بالإضافة المحور الترفيه لو بتكلم اليوأ احنا شايفين مهرجان العالمين وشايفين الصيف في ظهرنا دلواتي يا جمال في ظهرنا دلواتي هي المصرح الروماني وهنا فيه مصرح وفيه جامعة كبيرة أيضا فيه أماكن ايه تانية يعني يوصف لنا المدينة التراثية نحن عارف المدينة التراثية بالتفصيل المدينة التراثية بتقع قبل الطريق الساحلي على مساحة 260 فدان الجزء الغربي منها بتكلم على مجمع السينمات اللي في ظهرنا ده عبارة عن ثلاث مباني ومبنيين مولات وأنشطة تجارية F&B الثلاث مباني السينمات فيهم 11 قاعة المعبدات المهرجان نحن تم افتتاح أول قاعة عرض شغالة من يوم 10 سبعة مكملين إن شاء الله بالمسم الجاي نفتتاح المجمع بالكامل المصرح الروماني بعديها المصرح الروماني مقام على مساحة ألف وثلاثمائة متر مسطح باسع لتسسعمائة فرد بدأنا في حفلات من يوم 11 سبعة ومكملين مع مهرجان العالمين والشركة المتحدة ووزارة الثقافة إن شاء الله ولسه في فعليات كتيرة مستمرة معنا بعد كده أرض المعارض وبرده إن شاء الله فيها فعليات ستتلع مع بداية منتصف شهر ثمانية إن شاء الله مع مهرجان وفعليات اللي موجودة في أرض المعارض مهرجان الفيديو جيم إن سنوميا إيجبت وبعض البازار وبعض المعارض لوزارة الثقافة وحرف تراثية وفركلور وفي بعض الحفلات اللي هتقوم داخل في إطار الفعليات دي هتتم إن شاء الله بداية من منتصف غسطس بعد مبنى أرض المعارض بنتكلم أن أنا عندي المتحف وده تحت الإنشاء بعد كده عندي مبنى المكتبة متحف هيعرض إيه بالزبط؟ متخصص فيه متحف العالمين الجديدة ولسه ده تحت الإنشاء متحف يتم دسلم جارة الأسار بس لسه لسه تحت الإنشاء عندنا المكتبة على مساحة 11 ألف متر مسطح وده تحت الإنشاء برضو عندنا در أبرى وقاعة مؤتمرات تحت الإنشاء موجودة بعد كده الكنيسة وده بتسعى 700 مصلة بإضافة للقعاد وده تم افتتاحها في عيد القيامة اللي فات تم افتتاحها الحمد لله بتكلم بعد كده أن أنا عندي المبنى اللي بيتم إدارة المدينة منهم مبنى جهاز المدينة والسي أو سي ده برضو موجود في المدينة التراثية بنتكلم بقى أن المدينة التراثية بتوسطها البلاد الراثية ودي اللي فيها فيها مسلة فرعونية وفيها بحيرة بطول 2 كيلو وعرض 30 متر دي بحيرة صناعية المحاطة بمنطقة ريتيلز ومولات ومنطقة فنادق هنبدأ فيها قرية إن شاء الله وممكن متوقعين الصيف الجاي بكون فيها أجزاء كيتي كبيرة شغالة بتكلم بقى جزء الشرق من المدينة التراثية يعني برضو كنا عايزين أعرف من حددك البنية التحتية الخاصة بمدينة العالمين الجديدة وارتجاه للطاقة الشمسية واستغلالها في هذه المدينة وأيضا كمان إن هي كيف تكون يعني أو إزاي تم تصميمها بأنها تكون مدينة للتنمية المستدامة إحنا العالمين مدينة من مدن الجيل الرابع ومدينة زكية كل الإنفر والشبكات مجهزة إن كلها تم إدارتها عن طريق مابنى السيوسي اللي هو مركز التحكم في المرافع والخدمات كل محابس الري كل شبكات الري كلها شبكات سمارت محابس الإنفر كلها مجهزة أنها تبقى سمارت عند بداية التشغيل إن شاء الله المتكاملة تكون شبكات كلها سمارت الشبكات القهرباء أنظمة الإنارة اللي في الشوارع كلها مزودة بديلي سيستم فهي المدينة البنية التحتية كلها مجهزة إن شاء الله إحدى مدن الجيل الرابع وشغلين على كده إن شاء الله بالتوفيق ليكم وباشكر حدك شكرا جزيلا لنورتنا مواندس محمد عيدن النائب رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك زي ما تبعت معنا يا شادلي وهبة طبعا تأسيم المدينة التراثية اللي فيها المسرح الروماني ومجمع للسينمات والكنيسة والجامع وأيضا البلازا وكمان موجود دار الأوبرا ومكتبة وأرض للمعارض مدينة متكملة زي ما حاولنا نقول لكم دايما ونوصل لكم الصورة لحظة بلحظة من مهرجان العالمين الجديدة ومن تحديدا من المدينة التراثية برجع لكم مرة تانية هبة وشازلي بنشكر زملتنا دينا شرف وبنشكر ضفها الكريم على النظرة اللي دايما بتكون معاكو على مهرجان العالمين واللي بنتبعها يومياً مع حضرتكم